السلام عليكم. سنقوم بطريقتين مختلفتين. طريقة الأولى عدنا تساوي ناقص سعود على جزء ثلاثة على ثمانية في اثنين وسبعين على ثلاثة. أول حاجة غدا نحسبو ما بداخل الأقواص. يعني غا نحسبو ما بداخل هاد القاوس. إذن عدنا هنا يا المقام غير موحد يعني غادي ندروا توحيد المقام. المقام موحد غادي يكون هو ثمانية. جوج من مضاعفة ثمانية. إذن الجوج غا نضربها في ربعة بشعة ثانية. إذن نحتى البسط غا نضربه لنضرب. إذن ناقص سعود على ربعة اللي هي ناقص هو ثلاثة على ثمانية زائد تلاتة على ثمانية في تنين وسبعين على تلتعة . إذن دا سأقول сотруд لديها طوخي ما بداخلناي وهو ثمانية أن أعتقد endings به وكندير نااقص تلاتة زائد تلاتة اللي هي ناقص تلاتة وتلاتة على ثمانية مضربة في تنين وسبعين على تلتعة. إذن هنا دا بعدنا الضرب كندر البسط في البسط والمقام في المقام ناقص 32 نضربها في 72 على 8 في 13 إلا كنت عندي simplification ممكن نختازل راه نختازل إذا نكتب ناقص 33 بالنسبة ل 72 في جدول الضرب هي 9 في 8 إذا ناقص 33 في 9 في 8 على 8 في 13 إذا نسامبليفي باغ ويد ستبقى لنا ناقص 33 نضربها في 9 إذا نقص 297 على 13 بقى لنا 13 إذا أكتب ناقص 297 على 13 هذه الطريقة الأولى طريقة الثانية سنرى إذا الطريقة الثانية هي طريقة الـ 10 سنضربها في 72 على 13 أني سنضربها في 72 على 13 أكتب الثانية سنضربها في 72 على 13 سنضربها في 72 على 13 بسط البسط والمقام في المقام زائدما في 72 على 13 هي 8 في 13 سوف نكتبو تساوي ناقص 9 بالنسبة ل 72 تقريبا هي 36 في جوج إلى فكرنا هي 36 في جوج على 30 زائد 3 72 هي 90 في 8 على 8 في 13 هنا سوف نستطيع الطريب موضوع 2 سوف نقوم بقلينا ناقص تسعود فسا وثلاثين هي ناقص تلتمية وعشرين على تلتاش زائد هنا سوف نسامبلي فيو باغ ويد هي ثلاثة وتسعود اسبقى لنا سبقى وشرين على تلتاش نحتفظ بنفس المعقام ناقص تلتمية وعشرين زائد سبقى وعشرين ناقص ميتين وسبعة وتسعين على تلتاش سوف نتخرج لنا نفس النتيجة بطريقتين مختلفتين وتخرج لنا نفس النتيجة نسبة لبا 4 على 5 ناقص 4 على 3 في 1 على 10 ناقص 9 على 15 هنا هي نراكينا في ندرى مقام نبدأ بالقوس نضع فلا في المقام خمسة في 3 ليان 15 اربعة في ثلاثة بناش ناقص اربعة في خمسة niche هناkah نضع فلا conc Sul المقام المشترك aorg المقام المشترك ور على 10 في 33 ناقص جوج في جوج أربعة على 15 في جوج ثلاثين دابعنا هي غادي ندروا 12 ناقص 20 اللي هي ناقص ثمانية على 15 في احتفظوا بنفس المقام اللي هو ثلاثين وندروا 3 ناقص ربعة اللي هي ناقص واحد على ثلاثين اول حاجة خسنا نحضروا الاشارة الموان في الموان في بلوس احنا تخلصنا من الاشارة غادي ندروا دابل باست في الباست المقام في المقام عندلوا ثمانية في واحد على 15 في 30 ثمانية في جود دولة تربية ربعة في جوج في واحد على مكتبوا 15 وبالنسبة لتلعتين راي خمستاش في جوج باش نسامبلي فيو يعني غادي نسامبلي فيو باغ دن غاز بقى هنا ربعة في واحد وخمستاش في خمستاش ربعة في واحد اربعة على خمستاش في خمستاش ميتين وخمسة وعشري هادي الطريقة اللولى قدي نشوفها وتاني ببي بالطريقة تانية والطريقة التانية بدناها ربعة على خمسة ناقص ربعة لتلعتها في واحد على عشرة ناقص على خمستاش لانا غادي ندروا الديبلوبمون غادي ننشره ندروا الديبلوبمون غادي 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 المخصف 5 معgehen وتركل ما Thank you مع 여기서 العام الكثير إذا الوضع زائد لتركل ما يمكن لديها 4 في جوش هي 8 على 3 في 15 هي 5 و 4. إذن هنا قلنا 4 في 1. إذن 4 سوف نفكها في دولة طرب هي جوش في جوش في 1 على 5 في 10 هي 5 في جوش. ناقص 8 على 75 ناقص. ناقص 4 هي جوش في جوش في 1 على 3 في 10 هي 5 في جوش. زائد 8 على 5 و 40. إذن هنا سوف نفكها في جوش في 1 هي جوش على 25. ناقص جوش في 1 على 5 في 5. جوش في 1 جوش على 25 ناقص 8 على 75 ناقص. سوف نسيبلي فيو باق 2، سوف نتبقى لنا جوش في 1 هي جوش و 3 في 5 هي 15. جوش على 15 زائد 8 على 5 و 40. إذن هنا قلنا نرى المقام المسترك بين عتون. إذن هنا سوف ننحض المقام. المقام 1 هو 125. إذن 25 ناقص. ونضربها عدادة فى ٩ ونضربها في ٢٠ إذا نضرب ساولت ١١٥ على ٢٥٠٣ فى ٢٠٢٠ ١٥٥ ونضربها عدادة فى ٣٠٢ فى ٢٠٠ ١٠٢ نضربها لـ ٢٥٠ نضرب 15 ونضرب 15 ٦٥٢ على ١٥٠٥ ٢٠٢ درى ٢٠٥ واربعة في خمسة 545 فاللوم مرتفع من عدده عدده ثم نقسم 24 30 ثم نقسم 30 ثم نضيف 40 425 إذا سوف نرى نفس النتيجة بطريقة الاولى اللى خدمنا 4-125 هنا سوف نرى C فنال 54 هنا نضرب نقص 3 على جوج اذا نقص 1 على جوج هنا يخصنا نوحد المقام مقام واحد هو 6 إذا جوج ضربناها في 3 فنال 3 نقص 6 ونضربها في 3 زائد سبعة على ستة ناقص واحد على جوج يعني جوج غا نضربها ثلاثة واحد ثلاثة إذن ناقص سعود في ثلاثة اللي ناقص 27 على ستة يعني كان بدوره ما بداخل القوس زائد سبعة على ستة ناقص واحد في ثلاثة ثلاثة على جوج في ثلاثة إذن أجمع عندهم نفس الماقم اللي هو ستة قد نحتفظ به وندير ناقص 27 زائد سبعة اللي هي ناقص 20 ناقص 20 ناقص 3 اللي هي ناقص 23 إذن ربعة وخمسين مضروبة شي حسبنا البسط كامل لقينا ناقص 23 على ستة دابا قد ندرو البسط في البسط ربعة وخمسين في ناقص 23 على ستة نحدد الإشارة عندي سين واحدة لنيغاتيف وندير ربعة وخمسين في 23 على ستة ندير تساوي ندير ذاك الموى ربعة وخمسين بدود ضربية ستة في ستة في 23 على ستة وغاد نسامبلي في باغ سيس وغاد تبقى لينا ناقص سعود في 23 سعود غنضربها في 23 اللي هي مئتين وسبعة ناقص مئتين وسبعة وغاد نشرفها بطريقة ثانية من النشر سنشره نديروا الربعة وخمسين وندربيوها في ناقص سعود على جوش زائد اربعة وخمسين وندربيوها في ستة ناقص اربعة وخمسين وندربيوها في واحد على جوش ندركت لبسط في البسط على المقام 54 نضربها في 9 على جوج نحاول لنساول الإشارة النقل هو ناقص 54 في 9 على جوج نقص 54 في 7 على 6 ناقص 54 في 1 على جوج نحاول الان نقل منا 54 يقف 27 على جوج على جوج زائد هنا يعدنا 54 راييه 9 في 6 في 7 على 6 علش هنا درت 27 في جوج وما درتش 9 في 6 لأنه باش نختازل هنا يبج جوج وهنا علش درت 9 في 6 باش نختازل بستة إذن هنا يقلنا 54 يدت 9 في 7 على 6 ناقص 54 هي 27 في جوج في 1 على جوج لأنه غضي نسامبل فيه باغ 2 سأبقى لنا ناقص 27 في 9 لأنه ناقص 243 زائد سأبقى لنا 9 في 7 6 في 7 63 على 1 لأنه نختازل بالجوج سأبقى لنا 27 في 1 27 في 1 27 على 1 لأنه 27 إذن ناقص 243 زائد 63 ناقص 27 ناقص 243 زائد 63 هي ناقص 180 ناقص 27 ناقص 28 ناقص 27 ناقص 27 ناقص 27 هادي يس هادي بطريقة الثانية رمام غزولتة نفس النتيجة بالنسبة للد طريقة للولة ادنا واحد ناقص 1 على جوج رمام غزولتة ثلاثة ناقص 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 1 على جوج هنا 3 في الجوج وهنا جوج في الجوج 1 في 6 6 على 6 ناقص 1 في 3 3 على جوج في 3 6 زائد جوج في جوج 4 على 3 في جوج 6 في ونبدو عودت عليما بداخل القوس هنا هي 2 على 1 إذا هنا يقص نضرب 1 في 6 وهنا 6 في 6 6 في 6 36 على 6 ناقص 1 على 6 دعباصة في سهلة نحجدنا نفس المقام نحتفظ بنفس المقام اللي هو 6 ونضرب 6 ناقص 3 اللي هي 3 3 زائد 4 هي 7 نضرب 36 ناقص 1 اللي هي 35 على 6 دعبا نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 7 35 على 6 7 7 35 ستساوي 145 على 36 هذه يدي دعبا نخدمه بطريقة ثانية ديال الديفلوبمون بالنسبة للدي 3 في 1 على 6 1 في 6 6 ناقص 1 في 1 ليا 1 على 6 ناقص 1 في 6 6 على جوج زائد 1 في 1 ليا 1 على جوج في 7 12 زائد جوج في 7 12 على 3 ناقص جوج في 1 جوج على 3 في 7 18 سوف نكتبه 6 ناقص 1 على 6 6 مقصم على جوج هي 3 ناقص 3 زائد 1 على 12 زائد 12 لقسمنا على 3 4 ناقص 1 على 9 هذه اختزلنا 18 قسمتها على جوج 9 و جوج مقصم على جوج 1 1 على 9 سوف ندر 6 ناقص منها 3 ونزيد عليها 4 6 ناقص 3 3 3 زائد 4 هي 7 ناقص 1 على 6 زائد 1 على 12 ناقص 1 على 9 تساوي 7 نمحد المقام ناقص 1 على 6 زائد 1 على 12 نمحد لها المقام إذا سوف نضرب ها جوج 1 في جوج نكتب 7 ناقص 1 في جوج جوج على 6 في جوج 12 زائد 1 على 12 ناقص 1 على 9 تساوي نكتب 7 ندر ناقص جوج زائد 1 لها ناقص 1 على 12 زائد 1 على 9 ثم نحضر المقام إذا المقام الذي يكون المشترك بينهم هو 36 هنا عندي 1 عندي 7 على 1 يعني هنا 1 سوف نضرب 36 و 7 36 12 سوف نضرب ها في 3 سوف نعطني 36 و 1 في 3 9 سوف نضرب ها في 4 سوف نضرب 36 و 1 في 4 1 7 في 30 ل 252 على 36 ناقص 1 في 3 3 على 12 في 3 36 ناقص 1 في 4 4 على 9 في 4 36 عندهم مامة ندينوا من التغلي و 36 30 سوف نضرب 252 سوف نقص منها 3 4 252 252 ناقص 3 هي 24 ناقص 4 هي 25 40 يعني هذه يدي و ما مغيز جلتا بطريقة الأولى 25 40 على 36 و هذه 25 40 على 36 ناقص نصدر نقص 3 4 على 8 سنبدأ بناقص 3 4 سوف نعمل هنا ولكن لتكلpm نعلم بتدعم مقام 1. نقوم نفعل 4 نقوم نقص 5 ل capit clase responsibilities نقص نقص 5 على 4 5 علي 8 إذا نقص 5 على 4 هذه رمقصومة على 8 على 1 تساوي نقص 5 على 4 هذه القسمة ستولي ضرب يعني سنضرب في المقلوب 8 على 1 لها 1 على 8 إذا ندر نقص 5 في 1 لها نقص 5 على 4 في 8 32 إذا نقص 5 على 23 نسبة البي عدنا 13 على 7 نقص جوج على 3 على 5 أنا سنخدم هذه في الواسطة سنخدمها هذه نقص 13 على 7 نقص منها جوج على 1 يعني سنين واحد المقم يعني 1 سنضربه في 7 وجوج في 7 اللي ستساوي نقص 13 على 7 نقص جوج 7 14 على 7 اللي ستساوي نقص 13 نقص 14 اللي هي نقص 1 على 7 إذا هذه كاملة ستساوي نقص 1 على 7 على 3 على 5 اللي هي نقص 1 على 7 هذه مقصومة مقصومة على 3 على 5 إذا تساوي نقص 1 على 7 هاد القسمة هذي كتولي ضرب وكنضربه في المقلوب بديه 3 على 5 اللي هي 5 على 3 تساوي غندر البسط في البسط والمقام في المقام نقص 1 في 5 اللي هي نقص 5 على 7 في 3 21 نقص 5 على 21 هذي نشوفوا السي 1 على 4 نقص 1 على 6 على 1 على 4 زائد 1 على 6 هذي غنخدمها بوحدة وذي هنخدمها بوحدة إذا 1 على 4 نقص 1 على 6 تساوي إذا المقام الوحد غديكون هو 12 4 هنضربها في 3 غا تعطيني 12 و1 في 3 1 في 3 3 نقص 6 هنضربها في جوج بتعطيني 12 و1 في جوج في جوج 3 نقص جوج اللي هي 1 على 12 إذا هذي كاملة ركت ساوي نقص 1 على 12 1 على 4 زائد 1 على 6 راح نفس النتيجة غنية غنية غتكون زائدة تكون أتولي لنا 3 على 12 بلاست ناقص غنضرب زائد جوج على 12 اللي هي 3 زائد جوج 5 5 على 12 الفرق بينتهم من الأولى فيها الموا الثانية فيها بلوس 5 على 12 إذا هذي كاملة كتساوي لنا كتساوي لنا 5 على 12 إذا 1 على 12 مقصومة على 5 على 12 تساوي 1 على 12 أي مقصومة على 5 على 12 وذن هذي القسمة هذي كتولي ضرب 1 على 12 مضربة 5 على 12 المقلوب دياله 12 على 5 وغادي نسامبلي فيو طاغ 12 غاسبق علينا 1 sur 5 1 على 5 هذي يسي 3 على 10 3 على 10 هذي 3 3 على 10 يعني هذي من ضربه هنا في 10 1 على 10 10 3 على 10 3 30 ناقص 7 على 10 هوا اللي عندهم من نفس المقام اللي هو 10 30 ناقص 7 ليه 23 وعشرين. هذه الاولى كتسوينا تلاتة عشرين على عشر. هذه كاملة. تبقى نخدم جوج زائه ثلاثة على خمسة. رجوج زائه خمسة. هذي كاملة كتسوينا 13 على خمسة. أنا عود إذن 23 على عشرة مقصومة على 13 على خمسة. اللي هي 23 على عشرة. هاد القسمة كتولي الضرب مضربة في 5 على 13. يعني 13 على 5 نضي المقلوب دياله 5 على 13. تساوي نضي البسط في البسط والمقام في المقام 23 في 5 على 10 في 13 23 في 5 على عشرة. هنفكوها في دولتر بليها يخمسة في جوج في 13. هاد نساوي فيو 5 على سبقالينا 23 في البسط والمقام سبقالينا جوج في 13 ليه 27. إذن ديغة ساوينا 23 على 26 إذن 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 كالكولي de manière astucieusement les expressions suivantes et simplifi si cela est possible إذن سنحسبه بطريقة التي تكون تكية ونختزله إذا كان ممكن إذن سنبدأ بالعملية إذن ناقص 7 على الجوج زائد 4 على 5 ناقص 5 على 3 زائد 1 على جوج ناقص 5 على 5 زائد جوج على 3 إذن ناقص 7 على الجوج اللي عندهم من نفس المقام نجمعهم مع بعضياتهم زائد 1 على الجوج ندروا الترتيب زائد 4 على 5 سنقص منها 9 على 5 ناقص 5 على 3 زائد جوج على 4 هناك سبتهم هناك سنقص 5 على 5 ناقص 5 على 5 هي عندهم مام لانو من الضوء سوف نحتفظ به وندير ناقس 5 زائد جوج ليه ناقس 3 على 3 سوف نختاز ناقس ثلاثة ناقس خمسة على خمسة واحد ناقس 3 على 3 واحد ناقس 3 ناقس واحد ليه ناقس ربعة ناقس ربعة ناقس واحد يناقس خمسة intéressant ناقص من خمسة طبال سعى ناقص سعى ثمانية اك VM ناقص 1 اذا خدا اذا سنلتن ناقص سعى ثونانية ناقص ثم ثم يوم ثم ثلاثة. انا نكتبها لكم هنا. ابنة سعود في خمسة على ثمانية في ثلاثة. اذا. قد نديرو سعود هي ثلاثة في ثلاثة في خمسة. وثمانية في ثلاثة. يعني قد نسامبليفيو بباغ. الخوات بقى ان ثلاثة في خمسة لي خمسطاش على ثمانية. اذا. سعود في خمسة على ثمانية في ثلاثة. لسامبليفيكاسون. ستسوي لنا خمسة على ثمانية. اي خمسة على ثمانية. زائد ثمنتاش على ستاش. ناقص واحد على ستة تساوي. ناقص خمسة على ثمانية. زائد ثمنتاش على ستاش. سنختزلوها. هنكسب لكم هنا 18 على 16 هنو غا تساوي لنا 18 هي سعود في الجوج و 16 8 في الجوج غادي نسامبلي فيو باق 2 تبقى لنا تسعود على 8 هاي تسعود على 8 ناقص 1 على 6 هادو أعداد متقابلة بجمع دي هنو غادي ساوي السيفر همامشاو بقاتلينا ناقص 15 على 8 ناقص 1 على 6 إذا هنو غادي نوحضو المعقر المقام اللي غا يكون مشتارك ما بين 8 و 6 هو 24 إذا 8 في 3 غاستانا 24 و ناقص 15 غادي نضربوها في 3 غادي ناقص 45 6 غادي نضربوها في 4 و 1 في 4 1 في 4 4 4 24 هنا هي ناقص ناقص 45 ناقص 4 غاستانا ناقص 40 على 24 نشوفو العملية الأخيرة إذا هاد العملية هادي غا يبلغ لأنه كين واحد العامل المشترك باش نسهلوه عندنا الحساب احنا بغانا نحسبوه بطريقة غا يكون عندنا الحساب سهل إذا العامل المشترك شنو هو 987 على 654 كيتعود في هذا الطرف كين في هذا الطرف و كين في هذا الطرف إذا هو اللي غادي نعملوه به إذا 987 على 654 فيه شنو نبقات لنا في هذا الطرف بقائنا ناقص 987 على 654 ناقص ناقص 170 على 654 هاي حيث كين هاد ناقص هادي و عاد ناقص 170 على 654 زائد 817 على 654 و هنصد المعقوف أولى القوس 687 على 654 فيه حل القوس هنا شنو غادي نديغ ناقص 987 على 654 المعقوف 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 يعني زائد 170 على 654 زائد 817 على 654 ضعبه هنا عندهم مم دينه من عطل غادي نحتفظ به قد نكتب 987 على 654 فيه عندهم مم دينه من عطل غادي نحتفظ به و هنه غا نحسب ناقص 987 غا نزيد عليا 170 و نزيد عليا 817 ستعطيني صفر فاشغان حسبها لقاء صفر صفر على 654 رايه صفر فان عديك تسوينا صفر 987 على 654 نضربناه فصفر ايدان اي عاد غانضربوه فصفر يعطينا صفر فورا السيغة تسوينا صفر